موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم هنعمل نعملا هذا قريبا لخبطة جميلة نعمل الرحيم جميلة رحافظة مما يتحدث كيف يمكنك نعمل رساجة ماذا تفقدم هنعملهم سأبدأ في المترجم من يصبح المحركة يتكلمين ملابًا الدمت يتكلمين Yes, there is a very nice chart. It is in page 11, which summarizes the process of your research. Again, as I mentioned, for thinking, or if you want to do research, and ending on submitting your proposal, what you should do through the journey of your research. And I explained in many times during my classes, starting from doing literature review, research questions, research objectives, narrate your literature review, select your methodology, and approaches, do analysis of your data collection findings, and submitting your reports. So, this is, it's important to you to understand the nature of your research process. For the chapter, chapter one, chapter two. How you formulate your research topic? يعني كيف إحنا بنعمل بformulating the research topics? As we mentioned, the first issue, how you select or introduce your skills. حكينا أنه كتير مهم أنه إحنا نعرف الـ skills اللي موجودة عنا. How to generate ideas? كيف إحنا نعمل generate all ideas? يعني I may ask you a very little question. How you get the idea of your research? كيف أنتو جبتوا الفكرة البحثية? During our discussion, we mentioned that it could be from the literature review. It could be from asking your colleagues, asking your supervisor. It could be related to the some professional people. So, we have different channels on having the ideas. And also, we talk about how you discuss the ideas within the groups. كيف إحنا نناقش الأفكار من خلال المجموعة. And whether the idea is feasible or not. Also, we talk about the attributes of good research ideas. يعني إيش هي اللي بتخلي الفكرة طبعاً إحنا فكرة كويسة أو جيدة. If you say or if you see the page 24, you have a checklist about attributes of a good research topic. Okay. In doing this, we differ between two things. Rational thinking and creative thinking. And also, in doing this, you should think on your strengths and weaknesses. يعني إيش النقاط القوة والضعف الموجودة عندكم. لما إحنا وعملتوا فورمي للقروض. طلبنا منكم نعمل بتعملوا ماتريكس. مصفوفة. المصفوفة هذي بتحدد المهارات اللي عند كل واحد. وإيش الكونتربيوشن تبعت كل واحد فيهم. وقلنا إنه عشان نعمل نعمل فلترين لرساش آيدياس. كل واحد بيجيب الرساش آيديا تبعته. وبتمحط مع الفريق. وبالتالي بيصير فيه ديسكشن. فيه بروسس المفروض ينعمل. بحيث إنه إحنا نطلع بي. نعمل فوتينج على الرساش آيديا اللي إحنا بننشتل عليها. وأعطناكم أمثلة إنه لو كان عندنا في كل فريق جاب على الأقل كل واحد جاب وان رساش آيديا ريليتت تذي سبجيكت. ممكن نعمل برينيستورمينج. ونشوف أي فكرة ممكن إحنا نشتغل عليها. وهذا طبعا حكينا فيه من خلال الراشونال ثينكينج والكرياتيف ثينكينج. كيف نفرق بناتهم ونشتغل؟ الراشونال كرياتيب كيف نفرق بناتهم؟ في الراشونال أنت مثلا بتشوفي إيش السترينج والويكنيسس بوينت عندك أو عند الفريق تمام؟ في الراشونال نتطلع وكويس أنه أنت سألت السؤال هذا عشان منتطلع عشان نجيب الرساش آيدياز منتطلع على التايتلز نزكين لما طلبنا منكم أنه جيبونا تايتلز وعملنا كالكوليشنز مثلا وجبنا 100 تايتل بس التايتلز ومن خلالهم نحن نطلع الكي ويردز والكي ويردز نسير نتشابكم في بعض هذا يسموه راشونال تايتلز وبعدين الديسكشن كمان برضو راشونال تايتلز يعني أنه إحنا قلنا بالبداية بدي يكون أنه إحنا كونا الفريق حددنا السترينج والويكنيسس بوينتا كل واحد فيهم بعدين طلعنا على التايتلز البروجيك تايتلز من خلال عدة مجالات أو من خلال رسيش انجينز اللي احنا ورجناكم إياها الاميرال بالجي أسطور كذا ممكن تلك الكتب الجامعية بالأخير كل واحد بطلع بصير فيه بصير فيه بعدين بتشوف رأييش حكت عن الموضوع هذا بعدين إذا بتطلب أنه إحنا نشوف أيش الميديا كمان حكت فبصير فيه عندنا فيه رميليش للرسيش بطريقة صحيحة بعدين في الكرياتيف إذا متذكرين أنه إحنا طلبنا منكم أنه يكون في عنده دائري ميتينغ نوتبوك تكتب دائري ميتينغ ترايتكم وبعدين كل واحد أيش اللي تبعتون بعدين نعمل اللي هو الكلمة الكيوتومد وايش اللي تبعتها وآخر شينا نعمل عشان نرجح أى ريسيش آية اللي نحنا هنمشى فيها قبل أن تنتظيف قد ق mater decir بطريقة ed joyful يعني أكتر التفصيل موجودة انشاءة عكام الدكتور موجودة والفرقما أنا أحطلطهم الاجابة النموذجية كيف? الاجابة النموذجية كالتالي انه احنا عملنا اول اشي مجموعة. المجموعة مثلا مكونة من ثلاثة الاربعة اشخاص حسها بالمجموعة تبعتكم. الجواب النموذجي. اه. بعدين روحنا على المكتبة. والمكتبة اه ساعدتنا مثلا انه احنا نستخدم الاربعة مثلا امرالد او كذا. او مثلا فريق تاني ممكن يقول احنا رجعنا الاربعة الموجودة في المكتبة اللي هي الاربعة وشفنا تايتلز شفنا اربعين خمسين تايتلز قرأنا تايتلز من خلال التايتلز من خلال المجموعة رجعنا للمجموعة للمجموعة عملنا اتنخشنا في الموضوع. بعدين كل واحد اخذ وان مينت تو مينتز متذكرين? وان مينت تو مينت تو ديسكاس. بدون ما حدي بعد ما كل واحد حكى الفكرة تبعته. بعد هيك صار انه اذا في مور ديتيلز على كل واحد على الفكرة تبعته. وقلنا انه بالاخير بدنا نطلع انه هو الواندرس ايش ايديا. وحكينا انه بدي يكون عندنا نوتبوك. نكتب عشان ما ننساش. ايش? كل واحد ايش مفروض يسوي. وبعدين قلنا بعد ما انتو تقرأوا التايتلز بتطلعوا اللي هو الكي ويرت. الكي ويرت تعمل لهم تريد تعمل لهم شجرة. وبعدين بالاخير نعمل براين ستورقين. هذا كله إحنا معمود السامرايز في صفحة 25. التفاصيل تبعته موجودة 25 26 27 29. بعدين شغلة كتير مهمة. هذه لحالها يعني هي جزء من ال براعة و تترى ترى. بس لو انا بدأ ركز بالظاهر الضبط على الـ فيه إلها بروسس إحنا اتفقنا عليها نذكرين لما يجينا قلنا بنقعد مع بعض كل واحد يطرح الفكرة تابعته بعد ما يطرحها ممنوح حدي يتدخل بعد ما نخلص الأربعة والخمسة يطرحوا الأفكار تابعتهم بعدين منرجع كام مرة بنجيب مور فاكتس مور جيستيفيكيشن لكل واحد الفكرة بعدين وياند أبو واذا أبارتيكلر هذه محطوطة تحت صفحة 29 تمام؟ طيب كتير مهم إيش الـ 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 اللي إحنا استخدمناها عشان نطلع في الـ هدول وقلنا إنه في عنا دراسات أولية إحنا اشتغلناها طلعنا على بعض الدراسات الأولينية الأولية شفنا أصدقائنا رجعنا السوبرفايزر تبعنا مثلا مقالات شفنا الميديا عبين ما إحنا طلعنا الرساش آيديا تبعتنا بعدين حكينا عن الرساش بروجيكت إيش هو الرساش بروجيكت كذا مرة إحنا حكينا عن الرساش بروجيكت قلنا الرساش بروجيكت هو قلنا هو بحثة ومجموعة من إجراءات عشان يكسميناه بروجيكت أول هذه الإجراءات اللي هو وإحنا نعرف الرساش تبعنا يعني بعد ما إحنا الأولانية الأول طلعنا الرساش آيديا بعدين إحنا بنجيب الرساش تبعنا وقلنا إحنا الرساش تبعنا فيه أو إلو مواصفات اللي حكينا فيها مواصفات الرساش تبعنا عادةً بيبدأ في الو هتش متذكرين؟ والرساش كوستشن هو إلو علاقة مباشرة بالرساش آيديا تبعتنا وبالتالي السؤال اللي إحنا ممكن نسألكو فيه What is your research question؟ شو هو الرساش كوستشن تبعكم؟ وبالتالي من خلال أنا كتابت كل الرساش كوستشن لازم يكون الرساش كوستشن عبارة عن سؤال مش جواب تمام؟ سؤال What is the impact of X on Y؟ Why people do this؟ Y So it's WH Yes Your research question The one you developed Your research question تمام؟ فبدنا نعمل نشوف إيش الرساش كوستشن تبعكم تمام؟ يمكن إحنا نسأل سؤال How you develop your research question؟ كيف أنتو طورتو الرساش كوستشن؟ How you bring the research question to the reality؟ تمام؟ طبعاً الرساش كوستشن التطوير تبعه أصلا جاي من الرساش آيدياز من الأفكار الرساش كوستشن إلو علاقة في القابس في فجوة في المعرفة عبارة عن عن آن آنسا دي كوستشن سؤال لم يتم الإجابة عليه من خلال الدراسات السابقة تمام؟ كمان مرة أنا ما بمنع إنو حتى لو في أبحاث سابقة أنتو حابين تعملوها ريبليكابيليتي أو ريبليكيشن ما عناش مشكلة يعني تعيدوا الدراسات دراسة وتتأكدوا ما عنديش مشكلة بأساس إنو ما يكونش حينا مشكلة في التفكير في الرساش كوستشن تمام؟ طبعاً قلنا الرساش كوستشن كلنا إنو إحنا الرساش كوستشن بيكون عشي جينرال مزبوط وبعدين لما نقرأ أكتر بيصير فيه رفايني وبعدين بيكون أكتر من بيكون في عندي جنرى وبعدين ودورين يعني ديسكشن I show you مين رساشي كوششن كي ممكن هما نطلعهم يعني مثلا ممكن نقول what is the impact of digital marketing on consumer perspective نيجي أول واحدة نجرى what is the impact of social media or what is the impact of facebook on customer perspectives what is the impact of twitter on customer perspective what is the impact of linkedin on customer perspective فإحنا رحنا العام بعدين عملنا له specific كمان مرة ممكن أنتوا تستعينوا كمان في رسائل ماجستير تاعت الطلاب وتعدوها بالمناسبة ممكن إحنا كمان من خلال الابتحان نجيب لكم رساشي جملة تطلعوا منها رساشي كوششن تمام يعني سنتنس سنتنس معينة نقول what is the expected رساشي كوششن of this سنتنس عشان سهل الموضوع ممكن يجيب لكم four choices إنه هاي هادي بتنفع تكون رساشي كوششن ولا هادي ولا هادي ولا هادي بكون أسهل يمكن أسهل يمكن أسهل أسهل يعني نسيبكم أنتم برحتكم أكم واحد بقول إنه إحنا نعملها مالتبت شويز وأكم واحد أكم واحد يقول مالتبت شويز مش مالتبت شويز بس أنا بخاف يكون الخط صعب أقراه الله يرض عليكم طيب إذن بنجيب سنتنس بنقول لكم what is the expected رساشي كوششن what is the expected سب رساشي كوششن فبتحطوهم من خلال السنتنس تمام خلصنا هذا الجزء طبعا بتطلع في صفحة 34 وصفحة 35 طب الانتحان هل تنتقع حسب الجد أو الانتحان لا أصدر كيف يعني عشان تتحكي دولة تتسأل كل بنت لحان سؤال تبقون يجب كتابي لا هذا هذا كتابي هذا هذا يعني يمكن عليه بس يكون من 10 إلى 20 درجة يعني مع أنه أبربوزة كمان عندكم لأنه من نصف في 50 درجة نفس نصفة بنقسم لقسمين البروبوزل زائد الانتحان تمام طبعا إحنا لسه مش عارفين إيش مستواك ببربوزل فالامتحان يعني مساعد لكم بضل يعني آيوة بالزبط بيعطوكم العلامات فإحنا لو إحنا مطمئنين بس جيبوا سنية دكتور ما هي بننجلكم الانتحان جاهد فهو تحكي هدو إحنا جروب يعني نجاب نفس الأسفل تفهم عليك لا لا اكتشفت اكتشفت مش هيك من خلال اللقاء مع المجموعات لقيت أنه فيه ناس عارفين وفيه ناس مش عارفين طبعا من حالك يعني تمام فهيك اللي اتأكد أنه المجموعة بتشتر الطريقة الصحيحة طيب وبالتالي كمان مرة في عندي رسيش آيديا وفي عندي رسيش كوستشنز تمام بعد رسيش كوستشن إيش بطلع عندي رسيش أبجيكتفز فهي اللينك بناتهم وفي صفحة 34 و 35 موجود عندكم أمثلة رسيش كوستشنز والرسيش أبجيكتفز شفوهم اللي هي عندنا التابل 2.3 34 و 35 تمام يعني يعني إنه بدي على رسيش كوستشن إيش رسيش أبجيكتفز المرتبطة فيه وكمان مرة نفس الشغلة ممكن نجيب القطعة هذي ونقول لكم إيش مواصفات رسيش أبجيكتفز قطعة رسيش أبجيكتفز لسه بنجيها تمام إيش مواصفات رسيش أبجيكتفز قلناها سمارت فبنشوف هل رسيش أبجيكتف تبعك سمارت ولا مش سمارت جاوبوا على السؤال هذا ارجعوا ل اللي هو الدراسات السابقة وشوفوا كيف رسيش أبجيكتفز مع عاملينها تمام أوكي طيب نيجي نسأل سؤال هل الثيوري مهمة في الدراسة ولا مش مهمة وليش مهمة الثيوري يعني بعد كم عن مره حطينا رسيش آيديا بعدين رسيش أبجيكتفز بعدين رسيش أبجيكتفز هل قيت إحنا هذا الكلام بكون دس انجاجد اعرف من المعرفة إذا مش عارفين الثيوري إذا الثيوري مش معروفة رسيش أبجيكتفز هل من نكرة كذا واحدة عادية كيف الهدف طبعا لم يكون رسيش أبجيكتفزز نعم يمكنه 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 مين رسيش أبجيكتفزز 3, 4, 5 يعني it's up to you. It's up to the developing your research questions. وبالتالي الـ research questions في research objectives مرتبطة فيهم. تمام؟ بنفعش يكون الـ research questions في واد، والـ research objectives في واد آخر. كله مربوطين في بعض. وكله connected with the title. كمان مرة، لو إجينا إحنا رسمناها الرسمة. تايتل، بعدين الـ research ideas اللي أصلاً طلعتنا التايتل، بعدين الـ research questions، بعدين الـ research objective، بعدين بدي يكون عندي زي اللي هو theory اللي تشمل الموضوع كله أو الموديل أو النموذج اللي أنتو بتشتغلوا عليه. تمام؟ وبالتالي أهمية النظرية ها، النظرية بتساعدني إنه إحنا نحدد الـ research questions والـ research objective. وبالتالي الـ research questions والـ research objective مش جايين من فراغ. لماذا أنا أجيبهم هيك لحالي؟ بدي يكون في عندي يعني مثلاً لو إجينا قلنا الـ digital marketing مع الـ مع الـ customer perspective. perspective. في نماجج، أكيد أنتو شفتوها، وأنتو بتعملوا الدراسات السابقة، حكت عن، فبتحكوا عن نماجج هذه، تشوفوها. إن هيك إحنا نماجج theory؟ تمام؟ هي هادي أصناق theory، أو بسموها الـ model's، النماجج، مش مطلوب منك تطوري إنت هالكيب، مطلوب منك تفهم ما هو موجود فقط، بعدين التطوير بعدين، لما تعمل إن شاء الله ماجستير ودكتوراه بتطوري، بس إحنا المفهوم مطلوب مننا حالياً إحنا نفهم الموجود. عشان هيك إحنا ما بنمانع إنه نعيد الـ research question المعمولة السابقة، ما بنمانعش، تمام؟ طيب، كمان حكينا إيش هو الـ research proposal، وبالتالي إحنا حنسأل سؤال بسيط هان، what is expected your research proposal؟ the contents of your research proposal؟ يعني إيش هي محتوات الـ research proposal؟ مي يقولي إيش محتوياتها؟ مظبوط؟ مذهل، مظبوط؟ م掌شة استيقالة إذا قلتك ProcessM تأخذ غلط، أعطوه م掌شة استيقالة م掌شة استيقالة م掌شة استيقالة نحن نتخبط نحن نتخبط نحن نتخبط نحن نتخبط ما نتخبط نمي تخبط نحن نتخبط المعالك يعني ممكن اكتبوا 2-3 lines as a background of your research 2-3 lines يعني سطرين او ثلاثة بعدين اكتبوا بس سؤال واحد اكتبوا ريساش اوبجيكتف واحدة انا متأكد زي ما انا شايفكم هنا قدامي خاصة اللي بيكونوا باعتمدوا واحد او واحدة بتعتمد على الباقية المجموعة هيكون في ثلاثة مثلا من خمسة يكتبوا ريساش اللي اللي هم عارفينه اثنين من خمسة هيكتب ريساش مالوش علاقة في الموضوع يعني حاولوا انه انتو تكون ريساش موجود طيب الميثود بدو يكون فيها الميثود ايش الميثود اللي استخدمناها تمام ايش التايم سكيل طبع هذا الكلام مشروح في صفحة 42 و43 اوكي لو طلعتوا على صفحة 47 طلعوا على صفحة 47 في صفحة 47 موجود مثال موجود ايش؟ مثال موجود في الكتاب هذا المثال مثال كامل عبارة عن صفحة واحدة موجود في اللي هو الفكرة تبعة البحث موجود فيه موجود فيه موجود فيه غبارة موجود فيه الميثود الميثود والميثود والذاتة اللي هي بنستخدم احنا نستخدم هدا هدا صفحة واحدة بس احنا حتى في البروبوزول تبعنا هذا بس بنكبره وبالتالي قبل ما بديكتيج عن الامتحان هذا بديكون إليك معروف كمان مرة تمام؟ بعدين الـ data collection تمام؟ و الـ time scale والـ resources واخر ايش الـ references نعيدهم؟ نعيدهم كام مرة ولا خلاص؟ هاي موجودة في صفحة 47 و صفحة 48 يعني يا بنات ممكن الامتحان يجي لحاله هادة بس تتأكد انه انتو عارفين مش مالكل اشي يعني السؤال الاول و كتير هاد الاسل احنا نسألها الـ key authors و key journal الـ key words الايش؟ الـ key words هل بتقدر تعمل الـ connections بين الـ key words تبعتكم؟ اعملوا لي three رسمة تمام؟ الـ resources هلش رحها في شفتر ثلاثة اللي هي resources كمان مرة اذكركم عشان عشان ما تنسوش يعني هايبدأ نعيدها الرابع مرة الـ research idea تبعتكم بعدين الـ title بعدين الـ background بعدين الـ research question بعدين الـ research objective الـ methods الـ data collection بعدين الـ time scales يعني الـ time scale يعني قديش بدي احض معاك الـ assignment بعدين resources ايش يعني resources هنشرحها في شفتر اربعة او شفتر ثلاثة انه اللي هو ثلاثة انواع من الـ resources primary sources secondary sources terrestries primary sources بدنا table نجيب table بسيط اعطيني example of primary source primary of secondary source primary of example of terrestries source يا مرة بالنسبة للـ resources هنكون في separate question اوكي اعطيني مثال من عندك وبالتالي مسلا مثلا لو اجينا قلنا في الـ digital marketing قولي والله كتلر تمام اه في الـ indexes كزا اوكي فهاي زي بالظبط هاي انتو شايفينه طبعا الكتاب هذا من عمله نقود لمرحة البكالوريوس زيكو زيهم تمام وزي ما احنا حكينا من بداية الفصل لما احنا موضي السيارة للمكانيكي فالمكانيكي بروح لنا في البلاد في بكون عنده برغي هيك برمي طب ليش عند الترمية لها ده ما هو ما هوش لازم يعني الالمان هم لما صمموا البرغي صمموه ومش لازم لا كل اشي موجود في الكتاب مطلوب تمام اعطيني وخاصة الـ example خاصة ايش كيف دعرف الـ example هاي موجودين box 2.13 مثلا الـ boxes شايفين الـ box هذا الـ box زي هو كاس الصادزتو اعتبر الـ box الموجود في الـ box هذا هتمو فيه لانه هذا ترجمة صفحة 47 هاي ترجمة فعلية لفهمنا تمام طيب هيك بكون خلصنا شابطر اثنين شابطر اربعة شابطر اربعة شابطر تلاتة عفوا شابطر تلاتة كيف احنا نعمل متذكرين لما احنا رسمنا الرسمة اللي هيك ها فكرينها اللي هي احنا نبدأ بعدين ايوة تمام ممكن يكون هدول وعطينا كذا عشان انا اعمل شغلة اسمها اعمل ايش وبعدين بدي احدد اللي هيستخدم معها دا استخدم جاستور اميرالد ابسكو هدول يعني اذا باشوف اذا باشوف اذا باشوف الغلط يعني بعتبر انه البحث تبعك ضعيف لانه كتير مهم حالة ترسموها بحيث بنعرف انه كيف كيف وصلتوا الها اللي هي اللي في صفحة في صفحة 60 اللي هي هاد الرسمة عشان بتصعروا بالاخير طيب في بتختلف اذا احنا الدراسة تبعنا تخلف عنها فاذا كان في انا بكون عنده اذا انا مع الكنان فيش عنده فيه ايزا انا بدي اعمل تمام فبدينا نعرف الفريق من بين التنتين هنا المطلوب يعني مشرح الفريق بيناتهم احتي يا اما مطلوب الفريق بيناتهم او what is your research deductive ولا inductive if deductive why if inductive why بس سهل what is your research is deductive ولا inductive بتقولي الوالله انا deductive بقولك why you are deductive why you are inductive بس بتقولي انا I'm deductive لانه فيه عنده theory فيه عند explanation وبالتالي اذا قلت فيه theory بدي اقولي what is the theory behind you of your research تمام theory قد تكون model نموزج قد تكون عراقة متغيرات مع بعض تم اثباتها سابقا تمام احنا اتفقنا مع بعض سابقا انه the majority of of research is deductive تمام لانه احنا بنعمل testing la theories او بنعمل testing la models بنعمل testing la hypothesis la hypothesis هي جزء من ايش من ال theory من النظرية خدوا بالكم تمام طيب كمان كتير سؤال مهم the importance of reading the importance of reading why you are reading بتذكرين لما احنا رجعت المحاضرات قلت لكم is like refilling refilling process the more you read the more you write تمام اه بتذكرين read اه وبالتالي the importance of reading بدنا نركز عليها كيف بتساعدنا reading how reading helping you to develop your literature review تمام طيب هنشوف ايش محتويات critical review دراسات السابقة ايش محتوياتها المحتويات تبعتها لما احنا بنعمل literature review ايش مفروض يكون في켜 write كيف كان الزكينة بقولنا فلان قال بتأثر. علان قال لا بتأثر. بتذكين? اه. فهذا بسموه. اللي بيصير في. يعني بالزكينة بقول لك. لا بتخلي هما. وبالتالي احنا ممكن نيجي نسأل سؤال بسيط. العلاقة في البحث تبعكم. لنقول والله مين هما المين سيجنيفكانت اوفرز. بتقول والله مثلا جون ايطول 2016 ومسا ارينا ايطول 2017. تقول لكم. هل لقيتوا بناتهم؟ ولا هما يعني بكملوا بعض. منزكين لما قلنا انه فلان قال اه ديجتال ماركتين بيتأثر. فلان قال لا بتأثرش. اجا فلان اكد عليه. وبالتالي هذا هو الديبيت. تمام؟ طيب. اه في عنا احنا هان. اه في صفحة 65. عشان احنا نعمل نعمل انه هل الدراسات السابقة دا ما عدناها كويسة ولا لا. في عنا مجموعة معايير. طبعا هاد المعايير مش هسألكو فيها هان. هاد المعايير حنشوفها في البروبوزل. تمام؟ المعايير مش هسألكوها في الامتحان بس هنشوفها في البروبوزل. طب ايش اللي هسألكو فيه اللي هو ايش التركيبة تبعت الدراسات السابقة. وهاي طبعا موجودة احنا في صفحة 65. منذكين لما حكينا قد تكون سنجل تشابتر. تشابتر واحد. قد تكون سيريز تشابتر. قد تكون موزعة بين الدراسات. طبعا في عنا احنا في نفس الصفحة. بوارجيني ايش المحتوى المفترضة تكون في التركيب. ايش المحتوى تبعت التركيب. احنا قلنا دايما في التركيب. يعني ما اجي انا بحكي عن الديجيطال ماركتنج. باجي اول شي احكي في الماركتنج. بعدين ديجيطال ماركتنج. بعدين سوشيال ميديا. بعدين بنزل فيسبوك. تويتر. بعدين بدخل على التفاصيل. يعني من مصط فريك لارغ. نارو. وهي طبعا موجودة مشروحة في صفحة 66 وإذا شفتوا صفحة 67 محطوط مثال مثال تطبيقي مثال عملي صفحة اطلعوا عليه تمام اللي هو الموارد اللي حكينا فيها اللي هي الانواع زي المطلوب اشي بسيط انه احنا مثال على كل واحدة من هدول مثال بسيط يعني على البرامري والسكندري مثال على البرامري مثال على السكندري مثال على التريشري اللي موجودة في صفحة 67 طبعا هدول ايش بساعدونا التلاتة بساعدونا ان احنا نعمل لالتريشري ريفيو يعني ممكن احنا بالزكير لما قلنا ممكن نرجع لالريفرنسيز المراجع ونطلع منها مين هم الاثرز ممكن احنا نطلع على تقارير حكومية ممكن احنا نطلع على اوراق مؤتمر نرجع للمؤتمرات نشوف ايش المؤتمرات حكت في الموضوع هذا كله في البرامري تقارير تقارير الشركات تقارير المؤسسات تقارير الدولية تقارير الـ UNDP تقارير اليونسكو تقارير الاتحاد الأوروبي تقارير الوزرات كله هذا من تقبره يعني هل انتوا اعتمدتوا مثلا على تقارير في دراساتكم ولا لا سوفار انه انا بعرف لسه يعني فمش ما بديش اشي اشي له علاقة في بحثكم بقدر ما اقول والله هل هي مثلا بتعتبروها مثلا بس هذا اللي بديه يعني على اقل انه احنا الرسمة هذي تكون واضحة عنا ايش هي ايش هي ايش هي تمام اوكي طبعا هاي بعرف كل واحد في الكتاب بعرف ايش معنا جورنال ايش معنا بوكس وانا من خلال ورجيتكم اعينة من والسكندري وال والتراشري تمام البراميترز اللي سأل قلتلكوا عيها موجودة في صفحة 75 حكينا فيها كمان جنريتنجيو كيواردز بالذكرين لما قلنا انه نعمل كيواردز ونعمل لنكيجز بناتهم الكيواردز بسيطة يعني لو اجيته مثلا نرجع لمثالنا البسيط الـ Digital Marketing ايش لها علاقة في الـ Social Media ايش علاقة مثلا في Electronic Marketing مثلا الـ Social Media ايش العلاقات تبعتها معروفة في Facebook وتويتر وكذا وبعدين العلاقات تبعتهم ممكن تكون علاقة لهم في الـ Customer ممكن تكون علاقة لهم في الـ Performance فهي قديش انتي الكيواز هدول هي بتعطيكي شكل العلاقة متى هول امتحان عنكم؟ يوم يوم ايش ميكس سترده؟ اوكي سووي ها في ميتن يعني في عنا ثلاث ثابت اجازة طب في عنا التنين طب في عنا التنين يوم التنين بحاول اشوف لكم بعد ما خلص المحاضرة بعطيكم مثال اكزامبل اكزامبل على الامتحان بعطيكم اياه تجربوا حالكم تمام؟ وانكم تراحوه على البيت يعني ذكروني بس ها؟ يعني بعطيكم ايش هي نموزج على الامتحان هيك شكله تمام؟ يعني السؤال يعتبروه كنموزج انتحان يعني بساعدكم ان انتو تتعاملوا مع الامتحان اوكي؟ اه شوفوا صفحة 79 في مكتوب تطلعوا صفحة 79 تطلعوا على صفحة 79 هايوا عاملين حطينهم احنا مش هنطلع من الكتاب تكونوا في الصورة لن نخرج عن الكتاب وبالتالي هي الاسئلة انتحانات هي جاية من من الكتاب ومن الاكزامبلز الموجودة في الكتاب تمام؟ هاي موجود صفحة 79 هاي جنريتين كي ويرز وهي حاطت في البولد حاطت الكي ويرز تبعتهم يعني انا اظن اللي مشتغل مع المجموعة بتصور الامتحان هياخد اذا كان من عشرين عشرين من عشرين اذا كان تلاتين تلاتين من تلاتين ان شاء الله يعني انا بتصور اذا مشتغل لكن انا الخوف تبعي انه يعني في ناس يعني راكنع ناس وفي ناس خلص اوكي وبالتالي يعني بدنا ناخد بالنا كيف نتأكد من فاهمنانا الموضوع اطلعوا كمان مثال الريليفانس تري طلعوا على المثال الريليفانس تري اللي هو زي الكي ويد الرسمة هاي هاي موجودة شايفينها في الكتاب اللي صفحة صفحة 80 في صفحة 80 عاملين رسمة اللي هي الريليفانس تري اللي له علاقة في الموضوع يعني ايش ايش اللي له علاقة في الموضوع تابعي ايش فيه كي ويرز اه لها لينكت معاكي تمام باقي الشرطر هذا هو عبارة عن عبارة عن آآ أشياء عملية كيه نعمل الريساش هيك احنا مخلصنا الجانب النظري الجانب العملي الجانب العملي لانو احنا عمنا هذا الجانب النظري اللي حتمتحنه فيه بسمو الجانب العملي احنا من خلال المجموعات من خلال ايش؟ من خلال المجموعات فيمكن اجتني مجموعة بعرفش اي مجموعة اللي اجتني لما قلنا نهم ادخل ع ورجوني كيف تشتغنوا لا اول قبلها لا مش انتو اه اظن اما قلت لكم ادخل ع ادخل ع مش موجودين اه فهذا حيكون عنا جانب عملي في مجموعات عملت لهم او عرفت قدراتهم بالناحية العملية يعني كيف يستخدم الرساش انجين اه هي موجودين في الكتاب يعني لو انتو طلعتوا على صفحة اه خمسة وتسعين ارواحة سعين خمسة وتسعين بيعطيني الاجراءات كيف تعملوها تمام وبالتالي كيف مسلا تستخدموا الابسكو تستخدموا الاجتسور شغلة بسيطة يعني بدهاش اه مفروض اذا انتو عملتوا بحثوا دورتوا مفروض انو سهل انو الواحد يحصل على الكيويلز كيف نعمل متذكرين اخر محاضر لما عملنا وكذا كيف نعمل كيف كذا كيف نستخدم الادفانس رساش كله هذا جانب عملي بس الجانب هذا العملي حيكون اختباره من ضمن المجموعة اوكي وهاعمل كمان الجانب عملي كمان لحال لكل طالب لحاله اتأكد انو كمان هو بقدر يعمل رساش لحاله اخر موضوع في الشابتر اللي هو بلاجرزم البلاجرزم البلاجرزم اللي هو السرقة الادبية فالسرقة الادبية كيف انتو تتجنبوها سؤال بسيط كيف تتجنبوا السرقة الادبية وكيف تتأكدوا انو بحثكم خالي من المشاكل البحثية اه هيك بكون احنا اعملنا مراجعة بسيطة لثلاث شباتر المطلوبين منكم يوم التنين القادم ان شاء الله اه حكمل في شبطة الاربعة وحعطيكم نموذج بسيط لامتحان تمام اه هذا النموذج بساعدكم كتير في الحل يمكن قبل ما نخلص انو احنا نجيب لنا قطعة جزء من الامتحان قطعة بسيطة تمام قطعة بسيطة نقول لكم ممكن نقولكم في نفس القطعة موجودة في القطعة هادي حيكون سؤال سهل وبسيط حد عنده سؤال